هل الشغل حضرتك في الإدارة أن أنت ماسك دار وحاجة مهمة صعبة وسقيلة يقولك ده مش فاضي ممكن دي تعطل القصة لا بصي أنا الدار أساساً إحنا بشغالين بقالنا سنة أنا كنت بجاهز أمع الدكتور أشرف بنعمل أعمال اللوجستية والإدارية وكده قبلها بست شهور ولكن إحنا بقالنا سنة الموضوع ده طبعاً يرد عليه وخصوصاً أن أنا راجل مدير تنفيذي فعندي من الوقت إنما اتبعت لي حاجة ولا بتاقي قدر أعملي الموضوع مالوش دعوة بقدرتي للدار أنا آخر عمل عملته كان 2019 ديف شرف في مسلسل زلزال هي خبرة من وقتها مشتغلتش؟ لا مالوش دعوة بقدر داره ولا مجدر قبل 2017 كنت في كلبش 2017 الجزء الأولاني قبلها كان آخر حاجة في 2011 يعني بيجي لك كده متفرق يعني يعني ما اعتبر يعني ما يشغل فالموضوع مش مش شغلني خالصاً طب أنا عايزة سؤال ترشيحك أنك تبقى مدير الدار لخلفية الإدارية خلفيتك أنت كنت تشتغل أنا بصي حضرتك أنا بالزبط كده من 84 ل2003 كنت يعني برضو شوية كده بقى إيه حسيت أن أنا بساعد مخرج ومثلوا بتاعه وكده أن أنا كبرت على ده وأنا أخذ أخرج بقى فجالي مشروع مع أصدقاء هم عارفين الخلفية اللي عندي في الإدارة إن إحنا بنعمل مشروع أنت تحبه إحنا بنعمل سينما ومصرع في العجمي وعندنا مجموعة منشآت أوتيل وديسكوتيك وبتاعه فسفرت أن أنا الصيف في صيف 84 أن أنا أعمل لهم حفلات في الصيف أن أنا لقد نيني صحابي وبتاع وأعمل لهم في الصيف ده حفلات أوكي حصلت كعبالة كده أن ما ينفعش يسيبهم أنا أصدقاء وجي صاحب اللي هو والدهم اتوفى فقولي طب خليك معنا إحنا لسه بنفتح السنة ما كانت روحت وهي بتتحفر وأقف كمّل المشروع اللابونة بلا عدت دير هذا المشروع 25 سنة أوه فعشان كده هم اخترواك أنك تبقى أصلا عندي خبرة ودراسات في إدارة الفنادق والخدمات الفندقية والإنترتيمنت وإدارة الفرق المصرحية أنا كمان عملت معنا عشرة في عباقي أنا كنت لو شفته التترات أنا عملت مدير الفرقة في تأسيس تياتر مصر اللي بقت مصرح مصر بعد كده آه أوكي فأنا اللي كنت بدير الفرق إدارة الدار واللي موجودين فيها زميل إن كنت تعرفهم أو متعرفهم مش عشر طمام ممكن من أجيال أبنينة من أجيال صحبة بصي حالتهم عاملة إزاي؟ هو الشغل مع السن ده أنا مشكلتي إن أنا طول عمري في قدارتي أحب أحط رولز وصارم جداً فيها برا الرولز تلاقيني بضحك وهزر وأعمل لكن حطينا رولز واتفقنا عليها العاملين وكل حاجة الفطار الساعة كذا يبقى الساعة كذا ده يتنظف ده يتعمل فطبيعة كده إن أنا راجل بتاع سيستم ورولز وبحب أحط قواعد والشغل شغل طبيعة الناس اللي موجودين المخيمين عندنا مختلفة لازم بيقى فيه طبطباء هدوء طبطباء لأن أنا هنا بشتغل بمنهج تاني بشتغل بمنهج إن إحنا ممكن كلنا نوصل للسنة ده ووالدتي كلنا في نفس المكان والدتي ووالدي والناس دي بحتاجة حد يطبطب عليها ويرعاها وبعدين أنا هنا وأنا باخد من الناس دي لشرف ليا وباخد مكافأة المكافأة لو ما خدتهاش فلوس تاخد سوايا تاخدها عند ربنا فببقى في منتهل سعادة وأنا برعا الناس دي إيه أكتر حاجة بتضيقهم أكتر حاجة بتضيقهم إنك تحسيهم إنهم مسنين كلمة مسن نحن لازم نلغي مصطلحات زي مسن عانس نحن لغيناها كل الحاجات دي لازم لحنا عندنا الدار ما اسموش دار مسنين اسمو دار إقامة كبار الفنانين وبعدين كان عندنا هدف واسمحوا لي بقى طالما هتكلم على الهدف لازم الفضل يرجع لصحابه ووجه الشكر الجزيل لسمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي حاكم الشرق وعدو المجلس الأعلى لدولة المرات العربية المتحدة لو لا أفضل هذا الرجل وإيمانه بالفكرة وحبه الشديد لمصر ولفناني ومثقافي مصر هذا الموضوع ما كانش تلع للنور هو مصدر التمويل الوحيد هو اسمو الشيخ هو هو اللي مول الدار كلها وهو مصر على ده حكرا حينيكون المصدر الوحيد ومش كده وبس وبالاتفاق مع الدكتور أشرف أثر على إن حتى الناس اللي بتقيم في الدار ما تدفعش حتى أجل الرمزي التكلفة بالكامل يعني هو متكفل بالإقامة الدار بينشاء الدار بينشاء الدار وتجهيزه وتشغيل وتشغيله وأمور الناس ووجود الناس بأكلهم بشربهم بعلاجهم بكل دار بالمركز الداج الطبيعي بالدكاترة اللي عندي احنا ما كلمناش على الفسائلة بتاع الدار مين اللي موجود بشكل دائم في الدار احنا كل الناس موجودة بشكل دائم بس عندنا حالة مثلا زي حالة مدام عواطف حلمي دي حسد دي ست رقيقة جدا جدا وإنسانة لأبعد الحدود ده حقيق بجاية وجودها معنا كانت هي لتبناءنا على طلب الدكتور أشرف زاكي ليها تقديم الدعم النفسي لزميلها فبدأت تيجي مرة واثنين فقايا عن تقعد يوم احنا بتساعدنا في تقديم الدعم النفسي بتشجعهم لان هي ست مش محتاجة حاجة عندها بيتها عندها فلوسها يعني أنا ده أنا بقولك حاجة بقى ممكن بتزعل مني لو هقولها ان الست دي عندها مبالغ بتطلحها شهريا لبعض الناس المحتاجة أنا شخصيا اللي بعملها لها وببعضها للناس بتديني الفلوس وببعضها للناس باست فاضلة وخيرة جدا ولكن هي ما بتيجي محتاجة تدعم أصدقائها ومحتاجة الوانس استطيعوا تتكلم معاهم كلمة الوانس دي مهمة جدا وده الفرق بيننا وبين أي دار مسنين تاني احنا هو بس لكبار الفنانين لكبار الفنانين فقط لغيرها فهو بيبقى فيه طلاقي ونفس الهدف كميونيتي ونفس الشغلانة ونفس المهنة ونفس الشغلانة وبيتذكروا حاجات واحنا الحمد لله بناقدر نعمل لهم احنا بندير الفندو دي تعليمات الدكتور أشرف والستراتيجية الواضعة ان احنا الناس كل اللي عايزها بنعمل لهم رحلات اللي عايز حاجة بنعملها له الدكتور أشرف بيجي في احتفالات أعياد ميلادهم في الاحتفالات الخاصة بيجي في عيد الأم ويجي ويجي ويجيب لهم هدايا ويقعد معاهم ويتغدى معاهم ويأكل من نفس الأكل اللي بيأكلوا منه وعلى ترابيزة واحدة هل لو احنا عملنا مثلا مطالبة اللي فنانيننا الجمال الكبار اللي هم مش محتاجين يبقوا لو ييجوا يقضوا أي يوم وهنا النهار ده فلانة ونهار ده ينورونا وأعتقد يعني هتبقى شيء إيجابي أكيد أكيد هي بالساعة بتاعتها دي احنا الساعة القصوى 36 غرفة احنا برضو من التارجت عندنا ان احنا للخصوصية ان يبقى جميع الغرف سنجل آه شاكل واحد يعود لوحدة يبقى عنده خصوصية عنده عدته السويد بتاعه في المينيبار بتاعته في الحمام الحمام التكييف الديش الهاوس كيبين بكل يوميا بنتضافل بغرب الفوة الملايات تمام افترضنا ان الستة وتلاتين كملوا تعملوا ايه بعد كده ربنا يقدرنا ونشوف نعمل كده وعندنا حتة أرض فضية حطناها في دماغنا ممكن نزود هل الدار ده بيوفر الرعاية الصحية لكل ديس الموجودين يعني فيه دكتور مقيم فيه تشاكب فيه تمريد مقيم وفيه رعاية المسنين موجودة الشوار بتاعه اللي عايز يحلق ده اللي عايز يقص ده وفره اللي يغير هدومه فيه لندري هدومه بتتغسل وتتكوي الهاوس كيبين بينضافله الغرفة ولو احتاج تنظف مرتين وتلاتة في اليوم تتنظف حسب حالته ايه اصعب الديوف اللي موجودين او اصعب حالة حالة او اكتر حاجة حالة بتوجع قلبك هما كلهم زي الفل ماشي بس اكيد فيه حد فيه 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 ناس ربنا هيقدرهم ويقويهم مش بتكلم على صحيا عائلين نفسيا اسمحيلي بصي دي يعني اسمحيلي انا مش هادر اتكلم في الاسرار دي دي اسرار انت شاكتها اسرار لازم ابقى امين عليها احنا بنقعد بنعمل لهم جروب سيرابي كده ونتكلم وندردش وعندي معد نفسي وعندي طبيبة نفسية وعندي طبيبة امراض شيخوخة وعندي طبيب بطنة وحالات حارجة رغم الله بيختارون هما يجوا اختيارهم اه هم عظمهم اختيارهم طبعا بس حشوهم امين بتقابلنا بتقابلنا وليه اللي انا عايز اتكلم فيها عشان نغير مفهومنا في مصر عموما في كلمة مسن اه حضرتك شايفة وبدعو الناس نتيجة تتفرج عالدار احنا عاملين ده وبنستقبل الناس في ناس كانت عايزة تيجي اهلوها اهليها رفضهم يا ده هيفضحونا هيتقال ان احنا بصدر ايهم بصدر ايهم اه فده معنم بالعكس انت مش قادر ادينا الفرصة وطعالا تطمن معهم تعالا قدي معهم وقتك هو هيبقى هنا عائلتك ولادك افضل عناية افضل رعاية افضل صحب وانا ينبقى مخصرين لكن انت خايف من مسمى يا ده رمو رمو طب انت بسألش عليه طب ادينا احنا الفرصة نقوم بدا نيابة عنك فيه ناس كتير جدا حالاتك هتجيلي واول مولادها او اهلية عملوا مشكلة واللي تكلموني ازاي والناس تقول علينا ايه لازم نغير المفهوم ده صح وده هيتغير بانيبقى فيه دار مسنين في حتة كتيرة ونحاول نلغي كلمة دار مسنين سميها زي ما احنا عمان دار دياسة دار اقامة دياسة اه دار دياسة تمام عشان نساعد الناس دي ومش عيب لا طبعا ومش عيب ولازم الدور اللي موجودة يعني احنا مثلا في الدار دي دكتور اشرف بالذات هو اللي اصرر على كده لمزيد من الحكمة والشفافية ان احنا كان ممكن احنا مش محتاجين ما بناخدش دعم من الدولة تمام كان ممكن نعمل الدار خاصة من خبط المعنى التمثيلة وخلاص احنا عملنا مؤسسة لها مجلس امناء فيه تسع افراد وبيرقصوا الدكتور اشرف زكي بيحط السياسات وانا المديري التنفيذي لبنفسها عملنا ده ليه وتحت اشرف وزارة التدون الاجتماعي وكل الهيئات الرقابية الشفافية عشان الشفافية شو الشفافية ومحتاجين احنا محتاجين الناس تساعدنا بس انها مش عايزين منهم حاكم مش عايزين تبرعات عايزين الناس تغير تغير الفيكتور بس اشتركوا في القناة